الخبر الأخير افتتح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأربة دكتور أحمد العبادي دورة تدريبية خاصة بالعاملين الصحيين في برامج الرعاية الصحية الأولية حول دعم الحياة الأساسية لسعافات الأولية للعاملين الصحيين بالوحدة الصحية بالساقط بمديرية الوادي وتهدف الدورة إلى إكساب 12 طبيبا وممرضا من العاملين بالوحدة الصحية معلومات علمية ومهارات عملية في التعامل مع الحالات والإسعافات الأولية وأكد العبادي على أهمية استمرار التأهيل والتدريب للكوادر العاملة في القطاع الصحي بما يعزز من كفاءتهم وأدائهم في المرافق الصحية